بحجة رمضان الفنانة الكبيرة ميمي جمال حقيقي كانت بحجة رمضان هذا العام في الدراما يعني أنا بتصور لو هنحط مين كان بحجة رمضان مش هنلاقي أجمل ولا أحلى من ميمي جمال في كل الأدوار اللي قدمتها المشاهدين عموما على سوشيال ميديا زي ما كانوا متابعين المسلسلات كانوا متابعين ميمي جمال لأن هي كانت بتشاكس الناس في كل عمل بتقدم شخصية بتتحدى نفسها وتتحدى الشخصية ومحدش كان متخيل هي هتقدر تعمل التنوع الكبير ده في موسم درامي جميل جدا وصعب جدا واختلف جدا مع بحجة العيد لازم كان التسعي ينور بالفنانة ميمي جمال منوراني أنت اللي منورت دنيا كل سنة وانت طيبة وفرحانة بيك قوي وبالكلام الجميل اللي قلتهولي عشان انت بحجة رمضان بجد حقيقي يعني أولا يعني الناس كانت سعيدة انت دايما عندك ابتسامة وشبه المصريات قوي وشبه أهالينا قوي وشبه اخوتنا وكل صحابنا انت فنانة مصرية حقيقي ونقلتي البهجة للبيوت هقولك حاجة كل شخصية أنا بقول لنفسي لو انت يا ميمي بتعملي شخصية فوزية دي تمام هتعمليه ازاي تمام هتعمليين حاجات أنا باستغربها كتير ايوة ويعني فتحسي انها شخصية مليانة حيوية من جواها ايوة عايزة عايزة وبعدين طبعا ابنها الله يرحمه مصطفى دروي شالله انت هنا بتكلمي على كامل العدد كامل العدد